خلينا كده بروح ببعض في جولة من الأخبار الخفيفة واللطيفة من مختلف أنحاء العالم هنبدأ بقى مع الفيالة في توقم فيالة اتولد والأسبوع ده في محمية وطنية بكينيا في حدث بيحصل مرة واحدة من كل مئة ولادة يعني ولادة التوقم ده بالنسبة للفيالة بتحصل مرة كل مئة ولادة اللي رصد التوقم ده مرشدين سياحيين كانوا في رحلة سفاري بمحمية سامبورو الأسبوع اللي فات طيب فيه المشكلة؟ فلدي حاجة تفرحنا؟ صح يا حسام؟ المشكلة في صبوره لا المشكلة بقى أن التوقم اللي قبل ده اتولد سنة 2006 ويعني معروف كده في علم الحيوان أنه الأفيال لما بيحصل حدث ده وبتول التوقم التوقم بيتوفى بعد فترة قصيرة لأنه أمهات الأفيال ما عندهمش الغذاء الكافي من الحليب لإرضاع التوقم عشان كده يعني بيبقى فيه مشكلة وحسام تقالي يعني هو حدث طبعا يبسط الناس في محمية سامبورو بس برضو يخوفهم أنت عجبك اسم محمية سامبورو صح؟ شوية عجبك الاسم سامبور محمية سامبورو وعندهم في التوقم بش ماشاء الله تمام نروح بقى لخبر تاني هنروح للولايات المتحدة الأمريكية وفيه ست اسمها لورا أو لورا سبيرز من مقاطعة أوكلند بولاية ميشيغن جالها رسالة جالها إيميل على الإيميل بتاعها زي ما حضراتكم عارفين عادة بيبقى فيه إيميلات بتاعت زي كده المساجات اللي كانت بتيجي خالك توفى وتعالى خد الفلوس أو خالك لا أمعرفش إيه تعالى اتصرف الحاجات اللي كانت بتطلع دي وفي الآخر بتطلع نصبايا يعني وفي الإيميلات وفي السوشل ميديا كتير من الحاجات دي بيتسرق أرقم الكردت كارد وبيتسرق الحسابات بتاعت الناس على السوشل ميديا وبيتسرق الإيميل يعني فعادة الناس وده الأقمن دائما يعني ما تبتحش الإيميلات دي لكن السيدة لاورا سبيرز اللي قدام حضراتكم دي جالها إيميل وراح بقى في الحتة اللي هي من الإيميلات اللي هي الجنك اللي انت ما بتفتحهاش اللي هي بيفلطرها الإيميل لأيت الإيميل وهي دخلت نظف الجنك كده كتاعدة فاضية تقريبا زي ما بتشوفوا المسجات على الأذرز في الفيسبوك وإنستجرام هي كتاعدة بتتفرج كده فاضية وبتنظف الحاجات لأيت إيميل بيقول لها أنت كسبتي في الأول شكت بعدين قطعت الشك باليقين وفتحت الإيميل وطلع فعلا إنها كسبت في اليناصيب 3 مليون دولار لورة كانت اشتركت في الجايزة دي في ليلة راس السنة فكرتش إنها ممكن تفوس حتى لما وصلت لها الرسالة فتكرتها زي ما قلت لحضراتكو نصب طلعت يا نصيب بقى مش نصب لأن في العادة زي ما بتكون صح مش نصب يا نصيب صح مش هنقشف صح بس انتعرف أقولك الحقيقة طورو حصل معاك حاجة زي دي إن أنا نكسب أنا آخر حاجة كسبتها كتاقريبا في الشمي هدعين لو تكسب شمي دان تايدي مرة جات لي مكالمة كده في مستدين زمان يعني حضرتك كسبت معينا صندوق مسحوق غسيل معين يعني طبعا يا جماعة إيه اللي زار دا طيب خلاص وكان فيه إصرار خطير يعني إصرار درجة خالص مش عايزاية يعني وفكرة بقى معاكسة طبس اكتشفت في الآخر بعد بقى مخارصة فتكرت وحد بيعاكس بقى وديت تليفون لما ما ردت واتخنقت اكتشفنا في الآخر إن هو فعلا كسبنا بش عارفة كنا فين وكسرنا انت كنت مجمعها خمس كياس الفكرة اللي على رديل كنت مجمعك خمس كياس وحنعدي على البيوت نخبط لا بس محدش عدي علينا اتكلموك على التليفون لا محدش عدي طي انتي أخر مرة شغلت غسلة إمتى سريعاً سريعاً ردي سريعاً لست أول مبارع يا جمال والله أول مبارع طب خلاص يبقى تكسب معنا مشحوق غسيل تاني شكراً طب نروح اللي فازة عشان نجوف موضوع مشحوق غسيل ده شكراً